اشتركوا في القناة منصقا عاما عن الحوار بخصوص التوصيات اللي بتتم عمل الصياغات النهائية بتاعتها وترفع لمجلس المؤمناء ليعني الاعتماد النهائي ثم رفعها للرئيس ده هيتم بكرة ان شاء الله كم لجنة خلصت لحد دلوقتي 13 من 19 كل اللي فضل 6 لجان يعني فيه 19 لجنة 113 موضوع فيهم 13 لجنة خلصت قاعد 6 لجان ما خلصوش في بعض اللي جان انا اظن قضايا حسمت وقضايا قيد المناقشة لكن البيانة اللي طلع مبارح من الاستاذ ضيع ومجلس المؤمناء انه هو 13 لجنة من 19 ده انجاز كبير جدا لانه كمان مفصل في بعض الحاجات قايل انه بعضها شبه محسوم يعني شبه محسوم يعني فيه قضية الوصاية على المال العام بتاع الاطفال القصة محسومة ما فيش نقاش فيها خلاص الناس توافقت على شكل معين كل الحاضرية اظن العنف الاسري انه يبقى فيه قانون يجرم العنف الاسري ده برضو فيه اتفاق عليه وده انا اظن ممكن هيبقى مع القانون الاسري قانون تداول المعلومات حرية تداول المعلومات انا اظن فيه توافق قانون مكافحة التمييز فيه توافق المفوضية المفوضية دي كلها نمازج من الحاجات اللي حسمت وما فيش خلاف حواليها لانه في قضية الدين العام رغم ان هي لم تطرح في القضايا اللي قال عليها ضيارة شوان لكن انا من خلال متابعية اللجنة كان هناك اجماع على ضرورة الحد من الاستدانة وعمل سقف او انه يبقى للشديد الاوي ففيه توجه عام لكن ازاي تقدر تصيغه في تفاصيل في لقات محددة ترفع على سيد الرئيس فيه قضايا ما زالت قيد المنقشة لان هي بطبيعتها جدلي طبعا قضايا زي قوانين الانتخاب على سبيل المثال الانتخابات المحلية اظن فيه توافق 75-25 فدي برضو فيه توافق بالنسبة لها يلقى البرلمان البرلمان لسه البرلمان فيه التلت اراء الطبيعيين اللي هو فيه كل مرة وده اتجاه واضح في النغبة السياسية المصرية طوال الوقت او في الاحزاب والقوى السياسية الناس عايزها من الانتخابات اللي عادت انه فيه 50% مثلا مخلقة 50% فردي القوى الحزبية معظمها عايزة نسبي يقول لك ولا انا عايزها نسبي القوى الاخرى تقول لك طب لا انا عندي مانع دستوري بيقول انه التمييز الايجابي الى الفئات اللي هي الدستور ميزها ايجابيا المرأة والاخباط والفلاحين والعمال والشباب والقوى الاخرى دي لو انا عملتها بالفرد هتبقى مشكلة طبعا وفي النسبي البعض اللي يقول ممكن عملتها بيزر ماذا تضمن التمثيل ما هو هنا الخلاف الفقهي انه المغلقة قد تضمن لك انك انت القيمة اللي هتنجح خلاص انت جايب فيها حاطط في القيمة نفسها 25% مضمو في النسبي بيقول هناك طريقة ما انا مش خبير فيها اقدر احطها حد تاني يقولك اه ممكن تحطها بس الناخب المصري ما بيحبش التحقيدات في العملية الانتخابية ممكن يدخل اللجنة لو فيه لغارتمات في العملية الانتخابية قد اطلق اسوات بطلة تبقى اسوات بطلة كتير جدا وبالتالي انت بتوائب بين المطالب السياسية المختلفة وطبيعة الناخب المصري وطبيعة الزرف السياسي هل ممكن تعمل مثلا نسبة قوائم مغلقة بحجم القوائم الفئات المميزة فقط بمعنى اننا محتاج 25% من الاعضاء مجلس النواب اللي هم ميزهم الدستور طب خلاص انا اقول والله ممكن احد الاختراحات اللي اسمعتها اثناء المنخشة دي هعمل القايمة مغلقة فقط ب25% ماشي وبالتالب اضمنت ان القايمة اللي هتنجح دي فيها 25% من الانفاءات المميزة لكن دي انا اظن انه ظني مش معلوماتي انه هيبقى فيها اختراحات التلاتة مثلا والامر سيكون متروك لي السيد الرئيس هل هل اللي جان في التوصيات التي سترفع ونقاشات مجلس الامناء غدا هتقدر توصل لحل خلاق يرضي جميع ارضاء جميع الاطراف صعب من الغاية فيه حاجات كتير لانه انت هنا بتكلم على تمايزات وتباينات ورؤى سياسية مختلفة الناس اللي هي بتتكلم على تقوية الحياة السياسية يقول لك والله الانتخابات النسبية هي الافضل لانها بتدي قوة للأحزاب على حساب المرشح الفرد المرشح الفرد لانه كما تعلم التربة السياسية في مصر هشة جدا البطل فيها من زمان جدا هو القبيلة والعيلة والاسم والشخص ومن ايام الباشا مرورا بابن العيلة الافكار الحزبية نتيجة ظروف كتيرة يطول شرحها انت اعلم من بيها الناس ما بتروحش البرنامج الا قليلا يعني نصبروها الاسم والدليل انه يعني انا سمحت رقم من ضيارة شوان خلال النقاشات في مجلس الامانية انه في دولة فيها مية واربعة او مية وخمسة مليون شخص عدد المنضمين للأحزاب اقل من مليون مليون تقريبا دي مشكلة كبيرة خدت بالك ان انت وكمان حتى النقطة التالية هل اللي بيروح ينضم للأحزاب هو بينضم ليها ايمانا ببرنامجها ولا سعيا ولا مصلحة فيه ناس شايفة ان انضمام الحزب قد يسهل لها انه يقعد غنيمة يتعين يتوظف ياخد اي شي احنا هنا بتكلم على الحياة السياسية الحقية الوعي السياسي الناضج الذي يجعل المواطن يدخل الحزب لانهم مقتنحون بأفكار ويدفع اشتراك للحزب مش ياخد فلوس يعني الكادر الحزبي مفروض بيدفع ما بياخدش ياخد مكاسب اذا الحزب وصل للسلطة هو ممكن يعني احد مرشحي الحزب احد مرشحي الحزب في المحليات في الزكومة في البرلمان في الشركات في حاجات زي كده ده المنطق لكن في ناس كتير القاعدة الاساسية للأحزاب هي مواطنين مقتنعين بفكرة حزب وبيرح وصوط له وبيحضر ندواته وافكاره وحاجات زي كده ده ضعيف في مصر لا اقول منعدم لكن على الاقل ضعيف من مصلحتنا على المدى البعيد ان احنا نطور ده ونشجع ده لانه الحياة العزبية السياسية الحقية هي افضل حائط صد ضد الافكار الظلمية والمتطرفة واستغلال رأس المال واستغلال التائرات الدينية للحياة السياسية اللي بيدخل لك بالافكار الدينية وتجارة الدين وحاجات زي كده فده جزء صغير هنا فيما يتعلق بالجدل حول اي الانظمة السياسية افضل مش بس افضل ومناسبة في وقت المعين لان انت فيه وقت ممكن تكون الحياة السياسية تمام والاوضاع اكثر استقرار ومفيش مشاكل الثدافة تقول والله انا عندي النظام النسبي لكن في لحظة تانية انا بقول لك مش رأي الشخص انا بقول لك كيف يمكن التفكير في ده طيب بعض تاني يقول لك لا في اوقات العذابات لو فيه ازمة اقصادية طيمنة لو سبتها للفرد فقط اللي ينجح اصحاب رأس المال بس الراجل الاكثر قدرة على على الانفاق والمال السياسي لدعاية الانتخابية هينجح صاحب الرأي الحقيقي والمواطن المرشح للحقيقة الجيد الخبير بتاع قد لا يعرفه الناس وقد لا يذهبون للتشويتين فبالتالي انت بتبقى بين مجموعة من المحددات الكثيرة مش بس ان هي ده احسن وده اوحش لان احيانا ده احسن في الوقت ده وده اوحش نفسه يبقى ممكن اسوأ في وقت اخر طب انا يمكن افكر معاعدك بصوت عالي انا وشخصكم الكريم في مرحلة من المراحل بالتأكيد نحسب ولا نشرف على مربع المعارضة المصرية وفي وقت اخر ويسار وما الى ذلك وفي وقت اخر قد يكون حاليا ان احنا محسوبين على الموالاة وبرضو ده انا ما بظنش ان فيه اي مشكلة في اي وقع سياسي في الدنيا يعني المحافظين موالاء احيانا ومعارضة احيانا ده الحزب على بعضه لكن بالتجربة بتقول انه القائمة النسبية في تاريخنا السياسي والانتخابي ما قدتش لتواجد واسع وقوي داخل البرلمان ولا مرة ما هو للامرة برضو عشان تبقى تبقى الامور الموضعية لما انت تتكلم عن المستوى النظري القائمة النسبية ممتازة لان القائمة النسبية هي اللي بتخلي كع الحزب اقوى في مواجهة الفرد ان هي بتدي الاولوية للبرنامج ومش للشخص مظبور الناس بتروح تنتخب قائمة قائمة حزبية مش شخص فرد موجودة في دول كتيرة لاستقرر تنظمتها السياسية يعني طبعا في دول زي بريطانيا فيها النظام الفردي الاساس طبعا ده الاساس في دول تانية فيها النسبية اللي هي بتدي بس احيانا النسبية مثلا النموذج الاسرائيل ما هو لازم تاني عشان حتى لا يبدو ان انا برجح واحدة على وحدة ان احنا مهم دراسة التجارب في اطار مختلف حاجات النموذج الاسرائيل عنده العتبة الانتخابية كانت في فترة معينة 5% من لا يتجاوز الخمسة في المية يشطب او يحل بقوة القانون او يندمج في احزاب اخرى بس مثلا احد النتائج في النظام الاسرائيلي ان هي عملت مأساة كبيرة جدا لخلت القوة للاحزاب الصغيرة تصعد ويبقى الايكود والعمل اللي كانوا في وقت من الاوقات هما الاثنين بيتقسموا الحياة السياسية الاسرائيلية لحد كانت يمكن اوائل التمانينات طبعا حزب العمل حكم اسرائيل منذ زرع هذا الكيان الاستيطاني من 48 لحد ما صعد مناحن بيجن في 77 ثم عاد العمل مرة مرة اخرى مع الشمون بريزو رابين قبل ان يجي نتنياهو سنة 96 وكان قوي جدا كان بيقعد اظن 40 مقعد من 120 دلوقت اللي كانت نزل للاظن اقل من العشرين في حين ان صعدت احزاب صغيرة احزاب الاقلية احزاب الاقلية هي التي يعني جزء من المشكلة السياسية في اسرائيل دلوقت هي ان الذي يقود اسرائيل مش ليكود ولا نتنياهو هو اعتمار بن غفير والسوليونية المتصاهينة ومعرفش السوليونية القومية والشاس وكل القوى السياسية المتطرفة اللي يبي تقول له انا معي ثلاث مقاعد احنا شفنا انه الذي ردح الحكومة حكومة يسار الوسط قبل نتنياهو لبيد كان يعني ما يمكن اطلاق عليهم الاخوار المسلمين في اسرائيل ماشي لانه كان الكتلة العربية جزء من الكتلة العربية فالحياة السياسية في اسرائيل هذا النموذج خلى الاولوية النوحة لانه اصوات بتبع 59-61 فلو واحد غير رأيه بيسقط الحكم فهنا في حد تاني يقولك لا والله لو انا عملت ده هيبه هدي القوة هدي اكبر تمثيل حقيقي للشعب وبالتالي يبه فيه اتلافات وفيه هل ده بيشل الحياة السياسية ولا بيقويها هنا وقت النظر حسب قوتك حسب استعدادك حسب الظروف اللي انت فيها هل عندك مشكلة اقصادية ولا لا هل عندك تهديدات خطيرة خارجية ولا لا طب لو عملت النموذج ده هل ممكن يجيب رجال اعمال مثلا هل ممكن يجيب بتوع تجار الدين لابد ان تنظر للمسألة في اطار اوسع مش فقط ان انا اقول ده احسن وده اوحش ماشي احنا شوفنا بعض الناس في انتخابات قبل الماضية كان فيها جزء الاساسي المال السياسي من يستطيع ان ينفق هو اللي كان بيفوز طيب هل انت ده جيد هل تقدر تعال جزء زي كل دي اسئلة وانت بتختار النموذج السياسي لازم تكون في ذهنك بحيث ان انت يكون عندك الهدف وكيف اصل الى افضل طريق في ظل المحطيات اللي موجودة لانه الكلام النظري واحده لا مش هينفعي طيب يمكن هنا هبدأ انتقل على مسألة هل يوجد تخوف لدى ده بنواقع مناقشاتكم مع طيارات المعارضة المختلفة او طيار المدني اللي موجودة في الحوار الوطني هل هم عندهم تخوفات من مسألة نسج تحالفات على قوائم انتخابية في الانتخابات البرلمانية اللي جاية في ستة وعشرين مع حتى احزاب المولائلة ان ينفض السامر وتنتهي الانتخابات وتعلن النتائج كان مجرد تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي تحت القبة هل لديهم هذه التخوفات ولو عندهم هي عندهم ليه ما هو التحالف السياسي مش موجود هو تحالف لأجل الانتخابات على قائمة مغلقة مصر ما هو تاني يعني في مصر الحركة المدنية هي يفترض العنوان العريض للمعارضة المصرية المعارضة المدنية قد تتفق او المعارضة المدنية الحركة المدنية قد تتفق في بعض الاراء السياسية وهذا حقها طبيعي طبيعي بس في الحركة المدنية فيها فيها الحزب الكرامة والتحالف الشعبي وهم يسار وفيها وفيها عندك قوى لبرالية جدا صحيح طيب القوى لبرالية فيما يتعلق جوهر المشكلة في مصر فيها جزء سيسمي جوهر بس الاقتصاد طيب ساعة ما يجو دول يتكلم في القصاد الاثنين على طرفين قيم دي نقطة مهمة صحيح البعض يقول لا والله هنخلينا اتفق على البرنامج السياسي البرنامج السياسي بعد كده ننفض كل واحد يذهب الى حال سبيله خدت بالك وبالتالي الحركة المدنية قد تتفق في توجهات سياسية لكنها لا تتفق في توجهات اقتصادية واجتماعية فهل التحالف يكون هو تحالف انتخابه فقط وبعد كده كله يروح لحال سبيله لانه شفنا حتى داخل الحركة المدنية فيه انقسامات وهذا طبيعي لا يعيب الحركة المدنية يبب فيها انقسامات بس انقسامات على اساس اقتصادي في حد شاف الحل يبب عندك لبرالية كاملة يبب عندك الاولوية القطاع الخاص فقط وحد تاني في اليسار بيقولك لا الدولة لابد ان يقول لها دور لان فيه ازمة اقتصادية وفيه نسبة فقرة فوق 30% او 29.5% فبالتالي من المهم ان تكون الدولة موجودة ده جوة يعني لما حتى الحركة المدنية جاءت تتكلم فيه صوتت على المشاركة في الحوار الوطني ما كانوش الناس كلهم على رأي واحد وهذا في السياسة طبيعي بالمناسبة طبعا المهم انه يبب فيه اضوح رؤية لانه احيانا احد المشاكل الحقيقية في الحياة السياسية المصرية وفي الحياة السياسية العربية الى حد المال انه فيه مثالية شديدة جدا مثالية في كل المجالات ان انت ترى ان ده افضل حاجة واسوح حاجة السياسة هي المنطقة اللي في النص انت يعني الغرب عنده انه بيفكر ليه احنا بنتههم نقول كلمة النفعية وكأنها كلمة عيبة النفعية هي انك انت مش ان انت بالمفهوم الشعبوي المصري لا النفعية انك انت بتشوف مصلحتك فين دلوقت فبتقدر توصل لحل وسط تاخد فيه سبعة من عشر واحد تاخد ثلاثة فكرة انك تاخد العشرة من عشر مش موجودة ده مش موجود في الدنيا كلها هل ده تيجي تقول لا لا ده تنازل لا يا سيدي السياسة انك انت بتاخد حاجة النهاردة وبتبني عليها وهكذا فيش حاجة بتبني ما بين وانتباهاتك ده ده اللي بعمله ربنا لكن في حياة سياسية عموما لا مش موجود ده طيب من 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 القوانين بتاعة الانتخابات او شكل الانتخابات المفروض يمشي ازاي وخصوصا في الانتخابات البرلمانية ايه تاني لم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل هناك يعني على ما يبدو انه زي مقلو حسيس ضياء هو اغلب اللجان باغلب التوصيات متفق عليه لا في قضية طبعا زي الحبس الاحتياطي قانون لبراية الجنائية فيه هل لزال هناك خلاف على النظرة الى تعديل قوانين متعلقة بالحبس الاحتياطي لسه يعني لا هنا طبعا لم يحسم لانه ممكن يبو محتاج جلسة او اتنين تاني عشان توصل لتوافقات قضية المسجونين اظن لسه وده على عهدة احمد راغب راجل مصرح للشروق بكرة ايه الكلام ده قضية فيه بعض الحاجات الاقتصادية قضية الديون زي مولتر حضرتك لسه لكن هو فيه نقطة تانية مهمة جدا اللي هي فيه مسألة الواقعية هو انت فيه قضايا انت مش هتحلها ما هو احنا نقطة جوهرية الناس بتنسيخ لما عدنا نناقش هو احنا ايه القضايا اللي هنحطها تبه موضوعات للنقاش في الحوار الوطن كان فيه وجه نظر انك تحط كل القضايا وفيه بعض الزملاء في المجلس المحترمين قال لك نحط المرأة في حد تاني قال ياخوان احنا دي مش قضايا احنا مش جايين نناقش قضايا فقاوية نحط المرأة والشباب احنا جايين نناقش قضايا وده كان منهج ضيارة شوانه هو ثبت انه صحيح القضايا التي يمكن ان يكون فيها حلول قابلة للتنفيذ صح حتى قضية التعليم انت قضية التعليم هل انت طرحها هي او الصحة بمنطق ان انت هتحلها بكرة يعني هتطلع توصية تحل بها مشكلة مش يحصل يعني انا اياسف ان اقول ده قد يبدو مش يحصل لان مرة تانية السيد الرئيس عم فتح السيسي قال اكتر من مرة واسمحته بودني انه عشان تعمل تعليم صح محتاج اظن الرقم 10 تلاف دولار طبعا لكل شخص وحتى يومها قال وحتى لو افترضنا انه 10 تلاف جنيه لـ 22 مليون او 23 مليون طالب مش موجود الرقم هتعمل ايه يعني هو اسهر شي انك تقول عايز احل مشكلة التعليم كلنا عايزين نحل مشكلة التعليم بس ازاي تحلها اذا انا مش قادر احلها كاملة ممكن اقول والله هدفي هو الوضع المسألة على الطريق الصحيح ايه هي المسارات الصحيح اللي تقول والله ان انا هبدأ مسار هيقودني بعد فترة الى ان انا هقف على اول الطريق الصحيح ماشي ونفس الوضع فيما تعلق به الصناعة والزراع وحاجات كتيرة جدا القضية السكانية ممكن تعمل اجراءات بس الجزء الاساسي فيها وثقافة ناس ثقافة ناس زبا محتاجة اه فيها اجراءات قد تجبر الناس على انها تغير اتجاهتها بس ازاي تقدر تغير الثقافة الراسخة لدى البعض بانه الخلفة عزوة وانه كذا وكذا ويقولك الصين كذا لا الصين قعدت سنوات طويلة جدا اسمها سياسة الطفل الواحد الناس اتعودت الثقافة بقيت انه ماجيبش ناطق لما الصين سمحت بالطفلين وحتى تغادت عن الثالث مش قادرة تقنع الناس انه يرجعوا يخلفوا اتنين لانه خلاص تعود على دي بيه ثقافة عكسية صح انه العكسة فيه اوروبا اوروبا عندها مشكلة مفيش ثقافة الخلفة الكتيرة فبالتالي بيدوروا على ناس تيجي تشتغل عندهم ولذلك يعني ناس كتيرة جدا يقول لك السيدة ميركل الام المثالية للمهاجرين على عينه رأس السيدة عظيمة وعملت حاجات كتيرة جدا بس هو ما كانش عشان امه المثالية هي بتبحث عن المستقبل الاقتصادي الالمانيا بالضبط عمالة في سن عايز بتدخل المهندس السوري او الهندي اللي في سن الشباب ما بتدخلش الرجل اللي عنده 80 سنة سوري ولا الطفل الزغير هي عايزة عمال او موظفين ينقذوا الاقتصاد الالمانيا يخش وهكذا هدبالك فالاحيانا احنا بنقول نص الكلام او نص الحق خلال نضيف الجملة الاخيرة عشان تبصورة بينا فانت عندك قوة شبابية حقيقية والعدد كبير جدا في سن الشباب النهاردة اظن طالع حاجة حصية بتقول ان احنا طفل كل 15 ثانية فازاي تقدر توظفه صح في نقطة جوهرية في المثالة دي لانه محدش بيقعد بيالو من ليس عايب انك انت اتخلف براحتك على فكرة اعمل احنا النسبة بتاعت النسبة السوكانية عندنا 2.4 من 10 في المية يعني كل سنة بيضاف لك حوال 2.5 مليون مواطن بس بيقولك شرط ان يكون نسبة النمو الاقتصادي 3 اضعاف نسبة النمو السوكان بمعنى لو انت نسبة النمو السوكان 2.5 فلازم تكون نسبة 7.5 7.5 8 ودائما مش مرة 7.5 8 ومرة 3 تبقى مستمرة ده اللي بيخلي اي موالية جد السورة ياسم اي ناس بتتخرج من الجامعة ويدخلوا سوق العمل هيلاقي فرصة عمل لانه فيه نمو اقتصادي فبالتالي ما عنديش مشكلة لكن نسبة نمو اقتصادي ضعيفة جدا ونسبة نمو سكاني كتيرة اه طبعا كل انسان بيتولد برز وحاجات كتيرة بس في السياسة الخاصة دي انت ما بتبنيش بالمنطق ده انت بتبني انا عملت ايه ايه هي فرص العمل اللي الناس اظن انت محتاج ما بين 800 الى 800 الف الى مليون فرصة عمل في السنة هل عندك ده في ظل ان الحكومة فيها قرار تقريبا ان انت ما بتعينش حد تاني ان عنده فائض من العمال تكدس في العمال لان جينا فترة بعد يناير الناس كتيرة حصل تواطق سياسي عشان تمتص غضب الناس كنت بتعين بال عشرات الالاف في كل المجالات خدت بالك فبتدفع تمنوا دلوقت ان انت في قطاعات كتيرة جدا لا يوجد عندك تجديد في مؤسساتها بتواجه مشكلة حقي ومنها بالمناسبة الصحافة القومية وربما التلفزيون المصر لم يعد لديك قدر انك تعين اجيال جديدة تضخ دم جديد لان انت عينت ناس بتوسح شديد جدا اكتر من حاجة العمل صح ازاي تعمل دي قضايا حقيقية مش يعني مش هتتحل بين يوم وليلة ومش هتروح تقول للناس روحهم في المناقشات اللي هتدور غدا ان شاء الله ما بين مجلس الأمنة علشان يتم رفع التوصيات دي لفخامة الرئيس هيحكمها وعذرني حتى على التعبير الفلسفي هيحكمها الصوابية المطلقة ولا هتحكمها النفعية بمنطق هنا ما بين قصين التطبيق هو هنا حول ألاقي تعبير بدل النفعية هيحكمها التسويات بمعنى انه هاجف في حاجة يعني السياسة دايما انت هتغضيه وانا هتغضيه هاتفقنا ان النفعية في السياسة ايه الاقتصاد حاجة كويسة بالضبط النفعية منطق اننا هنا لو انا لو فيه قوة سياسية حقيقية بتمثل المجتمع كله فبالتالي وهي تتفاوض متفاوض على أسس مش نفع على أسس مصلحية فالمصلحة بتاعتك والمصلحة بتاعتك مفترض يكونه في النهاية مصلحة المجتمع وبالتالي هنا التسوية يعني انا اظن لو حصل توافق بمعنى ان هاجي انا اقول والله القوة السياسية دي هتتنازل قليلا في هذا القضية مقابل ان هتاخد حاجة تانية في القضية التانية او يبقى مغتنعين انه هذا هو الحل الانسب الان للحياة للظروف اللي موجودة هرجح تاني و اكرر ده لانه في بداية الحوار الوطني في الاجتماعات الاولى الاسبوع الاول من يوليو 22 انا اقول لحظتك و انا فكر كويس جدا كان فيه حالة من عدم التشكك من التشكك والتربص و محدش كل واحد داخل يعني سنين سنين اه لانه ما كانش فيه سياسة قبل كده بس بعد شوية بدأت الناس لما يعدوا الناس تتحاور وتتناقش بعد الزعاء والصريخ و كل ده بدأ يبقى فيه فهم عام للظروف الفهم العام ده بيقودك انك تبقى راشد سياسية فبالتالي ما تطرحش تيجي تقول انا عايز ابني الف مدرسة بكر كويس و انا بقول عايز ابني الف مدرسة هقول والله الفلوس دي هجيبها منين او انا في مستشفى و ده حق طبيعي و عايزينه فورا بكر انت انا يعني المهم جدا ان الناس و بي بتتكلم يبقى البيانات كاملة قدامها ده بي ريحك لما بتيجي تقول يعني زي رب الميت بالظبط كل حد في الاسرة عايز كل حاجة بس الاب موجود معاه حجم محدد من الفلوس صحيح ممكن اجيب الواحد بس او ممكن اجيب ربع حاجة لكل واحد حسب الظروف اللي موجود خدت بالك و بالتالي لما الاسرة تعرف الواقع الحقيقي للمرتب الاب و الظروف و حاجات كتيرة جدا هيبتدوا يبواقعيين فتبتدي تحل الامور حل صحيح خدت بالك و بعد كده بعد من حل الحل صحيح نتفع على قواعدنا نمي هذا الدخل الاب يشتغل شغلة تانية الواد في الاجهزة الصيفية يشتغل نقلل النفقات لو هي في نفقات اقدر اقللها خدت بالك طب اخر حاجة اخر حاجة قبل ما ما نخدم هل نحتاج من واقع او اذا حصل بالفعل ده مناقشات داخل الحوار الوطني الى خلق لو صح التعبير كده ايه الحكومة تتصالح مع الاستثمار والاستثمار يتصالح مع الحكومة برضو تعبير زالت مع وقات الاستثمار انا بسمعه من سنة من سنة ستة ابتدأت تقريبا بدأت شو عدر الدرائد فده هنا الدولة على مستوى الدولة والحكومة بيقولوا كلام زي الفل و تمام جدا وحصل فيه قرارات حقيقية مهمة في الفترة الاخيرة بس فيه جزء تاني متعلق برضو باستقافة الراسخة وجزء من الاعلام المصري لفترة طويلة جدا كان ينظر الى كل رجل اعمال باحتباره حرامي الى نياز متلعكس علشان فيه تاريخ سيء وانا واحد من الناس زون وانا اشتغلت في كل الجرائد المصرية تقريبا من سنة ستة وتمانين وكان جزء من الاستقافة العامة في اليسار وعدد والمسلسلات والدراما هو الرجل اللي مسك السجارة اللي بي فيه من ناس كده بس فيه ناس كتيرة شرفة بيشتغل صح بس انت وقر في ذيه الناس كتيرة الموظف البتاع الى الثقافة العامة انه لا دول حربي فده بيعمل مشكلة كبيرة جدا وجزء فساد محليات وجزء حاجات كتيرة خلى فيه حالة انه احيانا ييجي موظف صغير يوقف الدولي بالدنيا كلها فانت محتاج يعني بجانب الحاجات المهمة اللي عملتها الحكومة والقرارات بتاعت وثقة ملكية الدولة وحاجات كتيرة الامانة انك انت تبدأ انها استقتنع انه مساعدة المستثمرين الجدين ده مصلحة ليه لان انا بما ان الدولة مش هتقدر تدخل صانع وزارع وهي المنتج وهتتعمل بالنسبة كبيرة ان هي المنظم فلابد ان انا هنا ادرك انه لما انا بساعد المستثمر او رجل العمال انه يبني مصنع يوظف فيه خمسة انه انا ادينه مكافأة وانا ليه بعمل حاجة اسمه دعم الصادرات الناس كتير يقول لك ليه انا بدعم المستثمر مش كفاء لانه لما بيصدر بيجيب لعملة صعبة صح وبيوفر لعملة صعبة كنت هتفحها في السرعة بيوفر لفرص العمل وبيوفر للأساس فرصة عمل مش يعني تكافره كرامة مشروع عظيم بس انا مصلحة ان على رأي حد يعني الدكتور عمينعم سعيدة اظن دايما يقول اللفظ ده انا مش من مصلحة ان انا ادير الفقر انك انت تخلي الرجل اللي يشتغل ويعقول خمسة افضل من انت تعقوله يعني تقول والله اللي هيطلع من تعمل هنا بقى دور الحكومة بأمان مجموعة من السياسات اللي هي تدخل ايه العظمة بتاعة تجربة الصين ان انت بتتدخل عدد كبير جدا من طبقة الفقيرة او اللي تحت خط الفق الى الطبقة الوسط بتدمجهم بيصعد بيرتخي طبقية ويبقى فيه حراك طبقي مش تحجر طبقي وتحجر ده لفظة نسمحته من الدكتور علي الدين هلال مهم جدا يبقى فيه كل ما انت بتاخد ناس من تحت الفق كل ما بتوسع الطبقة الوسطى كل ما يبقى فيه استقرار اكتر ان الطبقة الوسطى هي زي ما يقوله دايما رمانة الميزان في المجتمع ده بيجي بايه هنا السياسات الحكومية اللي هي بتخترحها الحكومة بتشجع بها القطاع الخاص بتشجع بها كل منتج ويبقى عندي قوانين راضعة وهي موجودة اي حد يفسد او يسرق او يحتكر افرمه بالقانون عشان ما حدش يقولي انت فاشست لا بالقانون ويبقى عبرة لمن ايه لا يعتبر استاذ عماد نورتني وشرفتني كما جرت العادة يا بغتي ان انا بحرف اشوفك في البرنامج عشان مش عارف اشوفك برا اشكرا فالفالفالف شكر اللي كاتبنا الصحف الكبير استاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس امناء الحوار الوطني هنروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل يمكن مش هيبقى في الحوار الوطني لكن تحديدا على ازاي اقدر اخلق تمكين اقتصادي وده جزء من اواخر الكلام اللي تكلمنا فيه مع الاستاذ عماد تمكين اقتصادي يعني احنا نخلي الناس تعرف تشتغل وتكسب ونفهم ازاي هيحصل التعزيز للحرف التراثية والمنتجات اليدوية يكون موجود معنا بعض الفاصل الدكتور محمد مندوحة رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس القومي حول انسان استنونا لو سمحتوا